كمان انت تعرفني منين؟ عندكو فين؟ عند عمك سليم من عطار اعرفك منين؟ انا مفيش حد ما اعرفوش من ساعت ما بيتولد لغايتنا بيموت اه بس انا مش حرامي الحاجة دي تمانها غالي قوي عندي لما تكيبها هتاخد مليون جنيه والحاجة دي بقى يا فين؟ انا هديك المليون جنيه ليه؟ صح معاك حق سانة بالنسبة لي المليون جنيه دي شكليات المهمة عندي فيها حد هيتأزيه؟ طي مالك؟ لا مالي ونص يعني؟ لو الحكاية ورق فلوس داخلة خارجة ماشي؟ انما قتله دم اليتيم عمره ما بيعمل كده اليتيم هياخد اتنين مليون جنيه بوقف نقرى الفتحة هاي هتدفع عن نفسك تقول ايه؟ والله العظيم طلقتها وجطعت الصفحة دي من حياتي تماماً ما انا عارف انك طلقتها على فكرة بس الموضوع اكبر من كده بكتير انا كنت واقفة قدامها ورفع راسي بس من جوية مكسورة مكسوفة منها كنت باخدها بالصوت كده زي ما بيقولوا عشان ما تغلبنيش الموضوع اتجفل انت اللي عايزة تفتحي وتكبري لا يا علي انت مش فاهم حاجة مش فاهم يعني ايه اعرف بالصدفة انها كانت مرتك لحد وقت قريب ولا فاهم يعني ايه اعرف انك كنت عارف لي حامل ورامتها لحد ما اضطر تتعيش مع اهلك زي الخدامة انا حاسي ما كنتش عارفك كويس يا ام انت اتغيرت قوي اللي واقف قدامي ده واحد ما عرفوش بس للأسف مزلت من نظري قوي انا يا سلمة ده انا ست الدنيا كلها وجيتلك قلت نفتح مع بعض صفحة جديدة ده انا بعت بناس كلها واشتريتك وفي الاخر اصغر من نظرك شو معنى نسيت ماضيك كله وما حسبتكيش عليك ده انا عشت طول عمري بلملم في مصايبك وبرضو ما صغرتش في نظري عارفة ليه؟ عشان احبيتك وانت زي ما انت ما بتحبش غير نفسك طلعوني علي ايه يا ابني ما اللي اقدر يبوز ليه؟ وراتك لسه لك بدماغة برضو لسه انا بيتش فهم فيه كل شوية بقول مضغوطة يومين وهتفك شوية وهتبقى حسن لكن في الاخر بوصل لنتيجة واحدة مفيش فايدة بص عمار الحارين بيقروا الحياة قبلنا بيفعموها قبلنا في الوقت اللي احنا بننشغل فيه باك للعيش والشغل بننسى حاجة كتير حوي ولما بتحصل بنشوفها ونتفهي توصي بيه ازدنا ربنا يكون في عمرتنا ومرك كل واحد ظروف شغله زينا ملعيش معاهد خلي بارك برضو مش عالين كتير انا بيتش عارف اعمل ايه هروح اصلاحها ولا استنى شوية اقولك ايه انا اكلم ريها من شراء في الموضوع هم اصحاب برضو ليهم لغا مع بعض لا 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 بلاش انا اصلا شاكك ان سبب المشاكل اللي احنا فيها دي صحبات رؤية ورها قصدك ايه قصد يعني انك ممكن تكون حكيت حاجة كده ولا كده اخو بعدين يا ابن عمي اسمه انا وانت نقولهم ان احنا اتخنينا ساعتها مش هيكون فيها اي حاجة ممكن تتحكي ولما نبقى في مكان واحد نصدر الوش الخشب بالله يا فاكرة برضو مهم انت كنت عايزنا في ايه بنوح يا سيدي مالو اكيد بنوح مش هيسكت على اللي حصل وهدوده مش مطمني وانت شايف يا يحي انا شايف انها هناخد احتياداتنا اخواتنا مالاوش هزن بيت اخنو في الرجلين بعدين خلي بالك ده مجنوب ويطلع منه ايه حاجة ماشي يبقى انا هزود حراسة على الفيجال والقصر وهزود كاميرات وهزود حراسة على الحريق مش كفاية مهم حاجة انك تبقى واحي وعلى كل حد تتكلمك كلمة يبص عليك يقابلك صدفة حده وخلي بالك ان الخفضة دايما هتيجي من الحدة اللي انت مهم لها وطعنا عمرها ما هتيجي من بعيد هتجي لك من قريب ياريت كان باميرك صحي يا محمود قبل فوات الاوان ياريت السكينة كانت جات في قلبي كنت موت ارتحت وريحت بس ربنا مش كاتب لك كده يمكن له حكمة يمكن عايز يديك فرصة عشان تكفر عن الزنب اللي عملته اكفر عن ايه ياريت الحياة كانت بالسهولة دي وياريت النفوس كانت بالسهولة دي انا مش عارف اوري وشي للراجل اللي رباني كان بيعملني زي ابنه ويمكن اكتر كمان يوم انا ابن دلتي بدل ما صلوا الجميل اطعانوا من ورا ظهره كان لزموا في جنبه وخصوصا بعد ابنه ما مات لكن الاسف اطلعت ندل وقضيت اليد اللي اتمدتلي وعمك ذكر راجل طيب حمود ومش شايل منك وحلى فكرة بقى هو كان جاي معايا عشان يشوفك بس تاهب شوية وحلفني اقولك انهم سمحك وحييجي عشان يشوفك انا بس احرجة قوي وانه ده شايل مصاريف البيت مكفت شيء هو اللي انت بتقوليه ده يا امه هو اللي بتخليني مش عارف ايه واريله وشته مرة تانية بعد اللي عملته ما علش يا بي بس يا محمود انت عملت الغلط بس صلحته وبيت واعترفته وقلت ان انت لين انت عملته وبرقت الراجل اللي مجوش زنب في حاجة ده ما خليني رفع راسي وبقول ابني غلط اه بس بس صلح خلطته وخليني رفع راسي عنده اصل وبيدفع تمت غلطته رب نقاب من فوق ديتك ويطلعك من المصيبة اللي انت فيها دي انا ما حلتيش غير ان ادعي لك ربنا بقى عالم اللي في القلوب خلها اه خلها الراجل قد ترخيره ما خدش سكت محاضر وقسان هوا من عالت متولي؟ لا عالت متولي كلها راحت وصد عمك شريف ابوها ومها كانوا شغالين عند متولي ما رجع خلم الصفر سأل على البنته وعرف انها معنا في القصر وبعتلي من غير الشوشرة وليه اصلا الشوشرة؟ طيب ما ياخدها وخلاص ياخدها ازاي يعني يا حسن عليها خلاص بقت واحدة مننا وما ينفعش تعيش عيشة غير اللي عيشها هنا وبعدين خلها ده عارف بتتربط ازاي هنا اصلا؟ لا 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 بو الحكاة مش بقى عشرها بنت ابوية دروح يعني بن قدمة ابنتم تربطوها وهي يتيمة انها بدلوقات الحكاية اختلفت ظهر لها اهل بيبقى اهلها وهم اولوا بتربياتها بصراحة كده انا شايف انها لو تربط بقى شكل من الاشكال عمرها ما هتنسى من جواها انها يتيمة هنعمل ايه؟ انا جاية اشوفكم واسمع رأيكم انت شايفة ياسمين انا بجد مش عارف انا مقدرش تستغنى عن عليا معانا بس في نفس الوقت انا متفاهمة موقف خلها اكيد عايزها معاي انا مش عارف مش عارف وانت حاسم انا شايف ان احنا ندهلو ونحافظ عليها من بعيد لبايد وهو بقى كل فترة نجيبها تقعد معانا في القصر كده كم يوم ام وانت يا سلمة اعمل اي حاجة غير ان عليا تتب القصر حازم هو انا مقدرش هتخال القصر من غيرها بس انا شايف ان احنا ندهلو باته وزي ما ادهل مقال هو اولى بيها مسائل بقى هو خلا ده انظام مسنودي يعني ايه؟ اصدق يعني ان احنا نشبره بارشين ارشين اي حاجة المهم الرضيه يحل عننا وبعدين هو لو مزنوك ماديا ايه ارشين هيبسطوه لا مش شرط على فكرة الفلوس وظروف مش كل حاجة يا عزي الراجل ده ممكن تبقى ظروفه وحشة فعلا بس وجود بنته وخطف حضنه بقى اهم عنده من اي حاجة وهو خالها ده لسه فكر اللي هو عنده بنتهو دلوقتي يعني موحية لسه ايه اللي كهو كان مسافر ولسه راجع من برا طيب ما تصلوا على النبي بقى يا جماعة صلوا على النبي عليه السلام والسلام مدرقتي هنشوف الكبير هيحل الموضوع ده ازاي؟ ها هتعمل ايه؟ انا هعمل كل اللي انت قلتوا عليه والكل هيتراضوا ان شاء الله ازاي بقى يا حي انا اسألت على الراجل ده بطريقتي وعرفت انه لسه راجع من الخليج ييد وارا ويده قدام بعد كام سنة غربة انا هتديه ورشين يفتح بيهم مشروع لنفسه وفي نفس الوقت مش هحرمه من انه يود بنت اخته وهنعرف علي بخلا عشان لما تكبر برضو ببعرف ان احنا محرمناش من اهله عين العقل ايوه انا برضو شاف ان ده الحل بس يا ربي يواف ان شاء الله يواف وتصلوا بينا عندنا للأسف البقاء للليل هااااااااااااااااا انا نكون محرمه من توقيفه ، مالذي ، بافياّ Bareق لا 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 أريد ان تشوفوا ألاي ، لا أنا إعمال لا أنا أريدي أريد ان تشوفوا 900 ما ي techniques أنا أريد أشلك هل تقدر ماocurه أمر اشتركوا في القناة 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 يا ابني طب حتى غسلها على الأقل ولا قول لأي حد مشتغلين يجيب لك من التلاجة بقول لها صباح مستعب يحب بقته في الفكهة منه على الشجرة انتعرفي زمان أنا كنت ظاهر على شجرة توت او الله وكان كل الصيادين بيأكلوا منها الفكهة الصبح عاملة زي السمك الطازة اللي بتفرحي لما تشوفيه كده هو طلعي زغرطلك من الميا انت برضو مش قادر تنسى انك صيار يا عبد ايه بقى فاري معلش هو اللي حصل معك كان غريب أنا عارف بس شوية شوية كده هتتعود وهتنسى بتفتكري يعني أنا معك من هنا أحلى وأنظر بسم الكاتف هناك أنا قد باخد راحتي أما لا تب مني على خلق الله بدخل وبخرج بختي في بظهر ما حدش كان بقول لك بتعمل ايه إنما من هنا خلي بالك من تصرفاتك عشان أنت منولاد العطارين كل حاجة في الدنيا وليها تمام معك حقا السنة بقى بجرب عليك لو قلتلي كده أنا متدائم من هدا ده أنا وبسوط أكفر بالنعمة يعني السنة عندي حتة فقرية كده بحنلها ساعات ماهو طبيعي طبعا مش معقول يعني بعد كل السنين دي كلها هتنساها فجأة كده عشان شوية وقت قضيتهم هنا معين العز حلو برضو بس اللي حصل معايا ده مش شوية أنا الدنيا قدتني كشاف على عيني شلو حتني والله العظيم فجأة كل عاجة تغيرت من اليتيم اللي أدهم زين العطار من حتة مركب غير يدباية ثلاث مرات لعربية آخر موديل من العشرة ما عفّلنا اللي أنا كنت بنام فيها بلوقت أنا عاد في قصر طويل عريض أنامي بتجيبش آخره ده حتى المنقد اللي كنت بعمل علي اللاكي بقيت خلاص بتبعوا بباشا كده على ترابيزة طويلة أكل أشكال والوان أنا بأكل بس والله العظيم أنا معارف أنا بأكل إيه مش عارف أبساميه وبأسما هو إيه المنقد ده؟ المنقد؟ يعني إيه؟ أم مش عارف أش رحولك بس أنت تيجي معايا وقرولك بنفسك والله يا ريت أنا بجد نفسي غاير جوي يعني نفسي أركب مركب في النيل نفسي شو ما هو؟ نفسي أحس بالهوا والبراحة يا سلام يا سلام دي لعبتي خلاص إنو إنتي بس في يوم أنا أخدك إنتي واختك سلمة وخالتك بري أه؟ أنا سمعت أحد بيقول إسمي هاجات ايه؟ مهم؟ إيه رأيك بقى يا سبتي نروح نعمل رحلة نيليا واو طبعاً وي وي؟ وي؟ تشتيمة دي أول إيه؟ لأ مش تتيمة ما تقلقش خلاص؟ شور شور وي؟ شور 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 بقى أريس رأيك بقى؟ نعم 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 إيه ما تقلق يس وكي لا أعدة أخلطي أعدة أخلطي بقى وي؟ حسنًا حسنًا رودي مجاتش معك ليه؟ كانت جاي سيادتك وبعدين قلتلي إنها محتاجة تشتري شوية حاجات كده قبل خروك تقريباً كده هتحتفل بك راجع من حجاز أنا إيه المشكلة كأنك راجع من حجاز؟ إيه حاج يسيف من طلب صبي يا دول اسمع يا ابني أنا مش هخرج من بب السجن إلا ما أعرف مكان نوح وسليم فين بالزبط ما عنديش استعداد لأي مفاجأة من نوع آخر يسيف بيه ما تقلقش أنا أمير بقى ما بقلقش غير لما تقول لي ما تقلقش اسمعوني زين علشان أنا ما عنديش وقت للفرها بقى حجنا ما هنعرفش نجيبه ولا بالرجالي ولا بالسلاح حجنا ما هنعرفش نجيبه ولا بالرجالي ولا بالسلاح أوّلبي إيه؟ وأنت مجمعنا إحنا التلات علشان نقعد ندق عليهم وأحنا كده كده لازم ندق عليهم بقسم بس حاجنا مش هياجي غير بالكارت اللي ما بيخيبش ويبقى الكارت اللي ما بيخيبش ده؟ انه يبقى معنا حد من قسر العطارية اه نخطفه ونخربشه خطف شرعي اتنين اخوات طالعين مع بعض عادي يعني ما فيها الشبهة انت استخدمت الكارت ده قبل كده ما نفعش انت خطفت سلمة في الاخر ايه؟ خسرت برضه انا ما خسرتش انا كنت لسه طالع من السجن وبلعب كنت عاوز اقول لهم اني طلعت اعمل نمر يعرفوا بيها ان انا ليه حج عنديهم اما دلوقع عاد انا جاي علشان ااخد الحج ده يعني انت من اخر كده عشان بفهمك صح عاوزنا نخطف واحد فيهم ونسلمه لك اسم الله عليك مهم عاد مين هو الحد ده ويريت يكون اسهل حد فيهم زي ما قلتلكم انا ما عنديش وقت للفرهدة حازم حازم يعني انت جيت عالمشلول اللي فيه مقررات تعمل راجل ايوه عشان هو مشلولي هتحطه اينا يا تحط هتحطه اينا يا تحط ما هو جلك ما بيحبش الفره ده انا كمان شايف ان هو ده المطلوب ها من فيكم اللي هينفذ اهو الوات ده بقى بالذات حازم ده لا فيش بينه وبينه اي سكة محبوش يبقى على بركة الله انت اللي هتنفذ يا عزي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة